بداية أود أن أسمع منك تقييمك لمشاركة السويد حتى الآن من خلال جناحكم الذي هو عبارة عن غابة بأكسبو 2020 صباح الخير لكم جميعا يسرني أن أشارك معكم مجددا على قناة سكاينيوز عربية كانت هذه التجربة استثنائية واجه العالم الكثير من الاضطرابات من خلال جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى العديد من التساؤلات بشأن إمكانية الناس الطلاق والسفر ولكن الأحلام التي كنا نملكها وطموحاتنا قد تحققت على الرغم من كل هذه العوائق أمامنا أتى إلى جناحنا الكثير من الزوار وكانت هناك صفوف أمام جناحنا ويشرفنا أن نملك هذا موقع استراتيجي في المعرض بالإضافة إلى كون هذا الجناح فريد من نوعه والناس يريدون أن يأتوا إلى هذا الجناح ويختبروا الغابة لا يسعني إلا أن أتفق معك بهذا الموضوع جناحكم ليس بعيدا من هنا كثيرا هو موجود بمنطقة الاستدامة وفعلا الغابة لافتة جدا لماذا اخترتم الغابة كموضوع أساسي وهيكل أساسي وهندسي لجناحكم؟ اخترنا الغابة لأسباب مختلفة أولا نعرف أن الغابات بحد ذاتها تشكل نظم حيوية حيث النباتات والناس والحيوانات يعيشون بتناسب مع بعض وبتأذر وأردنا أن نظهر من خلال الغابة أنه إذا بإمكاننا أن نخلق هذه الأرضية الخاصبة لتطورنا علما أننا نعمل على الشعار الإبداع مشارك من أجل الابتكار ستتطور الأمور بالتالي نحن بإمكاننا أن نكون أذكى مع بعضنا البعض هذا أحد الأسباب التي جعلنا نختار الغابة ثانيا اخترنا الغابة لنظهر كيف بإمكاننا الاستعانة بالمواد البوديلة فنعرف أن جناح مصنوع كليا من الخشب منعنا استخدام البلاستيك والحديد والإسمانتو وهي المواد المستخدمة بشكل طبيعي في البناء ولقد بنينا على الرمل مباشرة وهذه التقنية أولى من نوعها وهي تقنية جديدة في الهندسة المعمرية في الشرق الأوسط ويسرني جزيلا القول أننا دفعنا ملايين الأشخاص من زيارنا ولكن هناك أيضا ممثلون من جامعة الشارقات مع مجموعة من العلماء ومن الطلاب الذين ينظرون إلى كيف يمكن للخشب استخدامه في الشرق الأوسط وفي الأمارات كمواد للبناء لسيما أن هناك تركيز كبير على التغير المناخي والتقنيات الصديقة للبيئة ولسيما في مجال البناء وهذا أيضا ما يجعل ربما جناحكم مثيرا للاهتمام في هذا السياق تحدثت عن الابتكار وكيف يمكن أن نعمل معا من أجل مجتمعات أكثر ذكاء ما الذي تقدمه السويد من حلول مبتكرة اليوم من أجل تحقيق هذه الأهداف التي تتحدثون عنها من حيث التصنيف العالمي في مجالة الابتكار وفي أيضا مساعدة الشركات الناشئة التي قد تصبح أسسا للمستقبل نعرف أن السويد هي الثانية على الصعاد العالمي وحين لا نتكلم فقط عن النظم الحيوية ولكن نتكلم أيضا عن هذه النظم للشركات الناشئة ولرواد الأعمال وهذا لأسبابا عدا فيعود ذلك إلى نظامنا التعليمي والدراسي فضلا عن تشديدنا على الأبحاث ونحاول قدر الأمكان من التركيز على الرجال والنساء وأشراكهم في القطاعات التقنية والتكنولوجيا وغيرها علينا أن نكون شموليين ومعا ومن خلال شركتنا مع الإمارات وقعنا عديد من مذكرات التفاهم بشأن التطور التكنولوجي وحاولنا أيضا أن نرى كيف بإمكاننا استخدام ليس فقط مصادرنا الطبيعية ولكن أيضا الهندسة المعمرية والمصادر البشرية لكي نتمكن من تحسين هذا العمل وفعلنا ذلك من خلال جناحنا ومن خلال الأمشط المختلفة أيضا وهذه فرصة اليوم من خلال وجودكم في أكسبو أن تتشاركوا هذه المعرفة التي تتحدث عنها سويد معروفة بنظامها التعليمي المتقدم والرائد في العالم وأيضا التقنيات التي تتحدث عنها يعني هذا هو الهدف اليوم من أكسبو ما هي الأحداث المرتقبة في جناحكم وخلال مشاركتكم بالأيام المقبلة في أكسبو قبل نهاية هذا الحدث أمضينا وقتا طويلا شدا واستثنائيا زارنا الملك بالإضافة إلى وفود من أكثر من 250 رجل أعمال أتنا أيضا لكثير من الأكاديميين والعلماء والباحثين نعرف أن هناك أسابيع تركز على مواضيع مختلفة في أكسبو عشرين وعشرين وخلال الشهر الأخير قلنا أنه حان الوقت لزيادة هذه القدرات لا يسال أمامنا تقريبا شهرا ونريد الاستفادة منه قدر الإمكان بالتالي سيأتينا رؤساء وقادر رفيعي الشهن من مختلف القطاعات والذين سيأتون نحو منتصف شهر مارس وأخيره أكسبو ليس فقط بفعالية بل هو معرض يمتد على ستة أشهر وهو بداية أمر شديد وفي الواحد وثلاثين من مارس حين ينتهي هذا المعرض العالمي نريد القول أننا خلقنا منصة بإمكاننا استخدامها ليس فقط لأشهر بل للسنوات المقبلة وهذا ما أعني من خلال الاستدامة فنحن لا نركز على هذا الموضوع كحدث آنيب لكن أيضا للمستقبل